قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى والتي سنحاول من خلالها الكلام عن فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجاء اختيار هذا الموضوع لما له من أهمية وما له من ضرورة ملحة خصوصا في أزماننا المتأخرة هاته ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وهذه المهمة اختارها الله سبحانه وتعالى لصفوة خلقه فكلفهم بتبليغ دينه إلى الناس عموما وهيأ الله سبحانه وتعالى أنبياءه ومن اصطفاه لهذه المهمة الجليلة هيأه لتحمل هذه الأمانة العظيمة فقال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فالله سبحانه وتعالى مطلع وعليم باختياراته التي اختار من الناس لهذه المهمة الجميلة وقد ختم الله سبحانه وتعالى أنبياءه بأفضلهم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولخص الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه المهمة بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأخبر الله سبحانه وتعالى جل فعلا أن هذه الدعوة هي وظيفته وهي وظيفة أتباعه إلى يوم الدين حيث قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فالله سبحانه وتعالى اصطفى خيرة الخلق لهذه المهمة الجليلة وهي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا الشرف شرف عظيم واصطفاء جليل من الله سبحانه وتعالى ولا غرابة في ذلك إذا كان الإنسان سيحمل على كتفيه هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهم الناس بتخليصهم من العذاب غدا يوم القيامة وأن يكون سببا في دخول الناس إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هداية الناس إلى عبادة رب الناس هي أعلى الغايات وأعظم المهمات التي يمكن أن يزاوي لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى قد رسم منهاجا وأسلوبا لهذه الدعوة ولهذه المهمة فلا يمكن أن يظن أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وأن الله سبحانه وتعالى قد بين السبيل وأوضح المحجة وأبان الطريق المستقيم لعباده المؤمنين وأنه ترك أن هذا الأمر المهم العظيم الجلل تركه هملا لكي يعمل فيه من شاء كيف شاء فلا شك أن لهذا الميدان فرسانه وله رجاله وله ضوابطه فلا ينبغي للإنسان أن يترك الحبل على عواهنه بل لا بد أن ينضبط بضوابط الشرع التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فهذه المراحل التي سطرتها هذه الآية الكريمة تنبئك على أن لهذا الميدان خطواته وآدابه وتجلياته ينبغي لكل مسلم أراد أن يشارك وأن يسهم في هذا الميدان ينبغي له أن يلتزم بها ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأتنى عليهم وأخبار أنهم يمارسون أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وبالعكس من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آتام من تبعه لا ينقص ذلك من آتامهم شيئا فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرف لمن وفق إليها ولمن أخذها فلا غروة أن يرغب فيها وأن يتنافس في ميدانها المتنافسون طلبا لهذا الشرف العظيم فالذين اختاروا هذا الميدان لا شك أنهم هم سادات الأمة وهم فضلاؤها وهم من يقود الأمة إلى الخير والهدى والرشاد وهم ورطة الأنبياء كما أخبر عنهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا الأمر وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس نافلة من القول أو أمرا يأخذ به العلماء من باب الاستحباب أو من باب تحصيل الفضل ليس إلا بل هذا الأمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة جمعا وكان من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل ولكن إذا تركته الأمة آتمت بطركها فرض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فلابد لهذه الأمة أن يكون منها من أفرادها علماء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويذكرون الناس بما أوجب الله سبحانه وتعالى ويهدونهم إلى سواء الصراط المستقيم وإلا صادق عليهم عليهم ما صدق على الذين من قبلنا أنهم تركوا هذه الشعيرة وتركوا التواصي بالمعروف وبالنهي عن المنكر فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى ما استحقوا من العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فهؤلاء قوم استحقوا اللعنة من الله واللعن هو الترض من رحمة الله سبحانه وتعالى وسابب ذلك أنهم تركوا الدعوة إلى الله وتركوا الأمر بالمعروف وتركوا أنهي عن المنكر فلما نسوا ما دكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فإذا نسيت الأمة واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أخذها الله سبحانه وتعالى بعذاب ولذلك واجب الأمة التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذه بعض الأدلة وهي كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهناك أيضا أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حديث حديفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهِ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ أَيْنَلْتَجِئِ إِلَيْهِ بِالدْدْعَاءِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وهذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا أمر بالبلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء بالمجاهدة باللسان بالمجاهدة باللسان وببلاغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذن أحبتنا الكرام باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب عظيم كبير له فضل ومكانة لمن اشتغل به وله مزية وحضوة عند ربه سبحانه وتعالى ولكن مما لا شك فيه أن هذا الذي سيتحمل هذا العبء وسينال هذا الشرف لا بد أن يتحلى بصفات وأن تكون له أوصاف يتحلى بها تؤهله إلى تحمل هذه المسؤولية ذلكم ما سنراه بحول الله وقوته في الحلقة الموالية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونثوب إليه